أنا زوجي حلف علي بالطلاق أول مرة قال علي الطلاق معدتش هدخل بيتكم ودخل ورجع تاني قال علي الطلاق لو خرجت من البيت هتبقي طالق وخرجت وتالت مرة قال له ما بعتش الولاد تبقي طالق يا جماعة هذا لا يجوز لا يجوز الله عز وجل لم يجعل القوامة في يد الزوج لأجل أنه يجعل الطلاق يعني سيف مصلط على تنفيذ رغباته على من حوله وعلى زوجته ولو أصد به الحلف لا يجوز أيضا أنه يفعل ذلك وهذه مسائل فيها خلاف كبير بين العلماء ولا يصح للإنسان أنه أنه يتساءل في مسألة اليمين المعلق أو مسألة الحلف بالتطليق إلى آخره عليه أن يتوب إذا الله يعلم أنه يأثم وأنه يتهاون بالمثاق الغليظ وأن شأن الزواج أعظم من أنه هو يعلق استمرارية الزواج على أمور تفهة زيدية قاركتي أكلتي بعثت الولاد لا ينبغي حتى هذا بيؤثر على العشرة واحد يحلف بالطلاق والله لن تشارب يعني علاقة الزوجية تكون قائمة على أنه في واحد يشرب أو ما يشربش أو على عزومة هذا كلام لا يجوز أبدا فأولا علينا أن نعلم في خطورة هذا ونتوب إلى الله عز وجل ثانيا بالنسبة لما يتعلق بالحكم الشرعي على خلاف بين العلماء الأقرب في هذه المسألة ينظر إلى نيته في هذا التعليق هل قصد به تطليقا أم قصد به تهديدا فإن قصد به تهديدا فعليه كفارة كفارة يمين عليه كفارة يمين لمولاة أبي رافع استدل العلماء على ذلك حديث مولاة أبي رافع لما حلفت عليه بأن عبيدها بأن تخرج من جميع مالها وعبيدها يكون أحرار لو لم تطلقه من زوجته فاستفت في ذلك أربعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم اثنين من أمات المؤمنين والكل أفتاء بأن هذا خرج مخرج يمين وقال شيخ الإسلام وقد جرت لغة العرب عليه رحمة الله قال قد جرت في لغة العرب أن من قال شيئا وأراد به الحث على الفعل أو على الترك فإنه يجري مجرى اليمين وعلى ذلك يكون عليه كفارة يمين إذا كان لا يقصد التطليق اتعام عشرة مساكين أو كسوتهم إذا كان لا يستطيع يسوم سلاسة أيام ويتوب إلى الله من هذا ولا يعود إليه مرة أخرى أما إذا كان يقصد به بالفعل تكون طالئ لو عملت وهي فعلت ففي هذه الحالة فقد وقع الطلاق